اليوم رح اقدم لكم مجموعة من المقبلات اللي ممكن تكون موجودة على سفرتكم وقت الجمعات او وقت العزايم او حتى بجمعة العيلة مقبلات سهلة كتير وسريعة وبنفس الوقت كتير طيبة وكمان المقبلات مشكلة يعني ما بتندرج كلها تحت نوع واحد من المقبلات لو هاي اول مرة بتتابعوا قناتي يارات ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر الجرس لحتى دائما يوصلكم كل جديد من القناة وهلا يلا نبلش ورح نبدأ بالبداية مع وصفة من المطبخ التركي رح اوضع حبات البطاطا سبسانية ممكن كمان توضعوها على شبك ومندخلها للفرن لحتى نشويها طبعا منقلبها من الطرفين لحتى تنشوها بشكل ممتاز هلا هون عندي حبات البطاطا بعد ما شويتها طبعا قشرتها بشكل سريع وفورا وهي سخنة رح ابدأ اهرس البطاطا لانه كتير اسهل علينا انه نقشرها ونهرسها وهي سخنة وبها الخطوة رح اضيف الزبدة طبعا الزبدة طرية عندي بس اصلا هي كمان رح تدوب لانه البطاطا اللي عندي جدا ساخنة لهيك هذا الشي بساعدنا انه نضيف الزبدة ونهرسها معها بشكل ممتاز طبعا اضفت الملح الملح حسب الرغبة وهلا رح اضيف جبن الموزاريلا كمان اضافة جبن الموزاريلا حسب الرغبة بامكانكم تستغلوا عنها بس هي بتعطي نكها كتير طيبة وكتير مميزة للبطاطا عم بهرسهم سوا بشكل ممتاز رح يعني رح استمر بالهرس لحتى احصل على البطاطا تصير مثل العجينة كتير نعمة وما فيها اي تكتلات بفردها بالبايريكس او بوعاء التقديم عليها رشة من الفلفل الاسود وكمان رح ابدأ باضافة الخضار بامكانكم اضيفوا اي نوع خضار متوفر عندكم واي نوع خضار انتو بتحبوه انا اضفت البازيلا طبعا البازيلا مستوية والدراء وهون اضفت كمان الزيتون الاسود الاسباني وكمان رشة من البقدونس وطبعا الاضافات التانية ممكن اضيفوا الميونيز ممكن اضيفوا الكاتشاب اي نوع صلصة متوفر عندكم واي نوع صلصة انتو بتحبوها وهيك بتكون الوصفة صارت جاهزة وصفة كتير سهلة وكتير طيبة كنوع من المقبلات تكون موجودة على سفرتنا وهلأ رح انتقل معكم لوصفة من المطبخ السوري انا شخصيا كتير بحبها وكتير بفضلها وصفة كتير سهلة وكتير طيبة لمحمرة السورية بالبداية رح احتاج للفلفل البارد الاحمر حسرا للون الاحمر رح اتخلص من العنق بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه وبعدين بصينية الفرن رح اضيف زيت الزيتون ورح ادهنه بهذا الشكل ورح ادهن كمان حبات الفلفلة من الداخل ومن الخارج بهذا الشكل ورح ادخلهم على الفرن رح اشويهم بشكل ممتاز طبعا وقت اطلعهم ممكن اغطيهم بشقفة اقماشة وبعدين رح اقشرهم بيكون تأشيرهم كتير سهل علينا هلأ بمحضرة الطعام رح اضيفهم مع زيت الزيتون ورح اخلط لحتى ينهرسوا معي سوا بعدين رح اضيف الجوز وكمان رح اخلط بهذا الشكل وبعدين رح اكمل اضافة باقي المكونات رح اضيف البصل الاخضر وكمان البقسمات او فتاة الخبز الثوم وكمان عصير الليمون وشوية من البهارات بابريكا وكمون وملح حسب الرغبة واخيرا رح اضيف دبس الرمان ورح اخلطهم بشكل ممتاز لحتى يصير عندي المتبل او المحمرة تصير عندي ناعمة وهلأ هون بوعاء التقديم رح ازينها طبعا بالبصل الاخضر المفروم وبحبات من الجوز وكمان رح اضيف عليها الزيت الزيتون وهيك بتكون عندي المحمرة صارت جاهزة ولكمان وصفة من المطبخ التركي صلطة الماكرونة بالسلطة البيضة رح استخدم بالسلطة الماكرونة المعكوفة طبعا سالقتها ومصفيتها من المي رح اضيف عليها الفلفل الاحمر البارد الدرة وكمان الزيتون الاسود الاسباني رح اخلط المكونات بشكل سريع لحتى يتوزعوا وبعدين رح احضر السلطة رح احتاج للبن الزبادي وعلى اللطحينة وكمان الخل ملح حسب الرغبة واخيرا الليمون ورح اخلط السلطة بشكل ممتاز لحتى تصير عندي السلطة ناعمة جدا وما فيها اي تكتلات وهالسلطة رح اضيفها للماكرونة بالخضار اللي عندي رح اضيف عليها الشبط المفروم بنصحكم تستخدموا الشبط المفروم حصرا لها الوصفة لانه كتير طيب بيعطيها نكهة مميزة بس طبعا لو حبيتوا تستبدلوا بامكانكم تستبدلوا بالبقدونس المفروم او بالنعنع كمان بيطلع كتير اطياب اضافة النعنع الجاف او الناشف وهلأ وصفتي من المطبخ اللبناني اللي كل الناس بحبوها التابول اللبنانية بوعاء رح اضيف البقدونس المفروم وعليه البرغل الناعم طبعا ضروري كتير تكونوا مصفين وكتير منيح هلأ هون رح اترك على جنب شوي من البصل المفروم وعليه زيت زيتون رح اخلطهم سوا ووضعهم على جنب ورح اكمل باقي الاضافات رح اضيف الخيار المفروم تكون فرميته نعمة ورح اضيف البندورة طبعا شلت قلوب البندورة لانه ما بدي في التابولة يكون عندي سوائل يعني وضعت بس الجزء الناشف اللي ما فيه اي مي بالتابولة رح اخلط بشكل ممتاز حتى تتوزع المكونات ورح اضيف خلطة البصل مع زيت 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 والليمون انا بحب انه التابولة تكون حامضة لهيك بضيف عليها عصير ليموني منيح وطبعا ملحت حسب الرغبة وطريقة التقديم وبترجع لالكم وهلأ لوصفة من المطبخ العربي بشكل عام صرر اللحمة بعجينة السامبوسة بالمقلاية رح اضيف الزيت نباتي ووقتي حما بضيف عليها البصل المفروم ناعم وكمان التوم المفروم ناعم اضفت اللحمة المفرومة وقلبتها لحتى استوت تماما بعدين اضفت عليها مكعبات من البطاطا كمان فرمت البطاطا تكون ناعمة قلبتهم شوي اضفت عليهم شوي من الماي وشوي من البهارات الطيبة ورح ارجع اقلب بشكل سريع وبغطي وبتركهم لحتى يستووا تماما هلأ هون رح اتأكد من استواء البطاطا وقت اتأكد انها مستوي وكل شي تمام رح اضيف البازيلا طبعا البازيلا هون عندي مفرز لا هيك ما بتاخد وقت طويل وقت تستوي واخر شي رح اطفي الغاز واضيف البقدونس المفروم هلأ هون رح استخدم قلب الكوبكيك بدهنه بالزيت وبعدين عجينة السنبوسة الرقائق رح ابدأ اني اشكلها بهاي الطريقة اللي عم بتشوفوها بالفيديو طبعا كل ما كان قلب الكوبكيك معكم اكبر بتكون السرر احلى وبتكون اطيب انا هون عندي القلب كتير صغير واتجربتها بالقلب الكوبكيك الكبير عجبتني اكتر استخدمت لحتى الزق العجينة لطحين مع الماي بلزقها بهذا الشكل وبغلفها من كل الجهات بهذا الشكل وطبعا مثل ما قلت لكم كل ما كان قلب الكوبكيك مساحته عندكم اكبر كل ما سهلت عليكم تشكيلها وعطتكم سرر ارتب وبسكرها بهاي الطريقة من الجوانب بستخدم العجين مع العفن لطحين مع الماي لحتى الزقهم ببعض وبعدين على الفرن من الاسفل ولحتى ياخد لون بني رح احمرهم من الاعلى طبعا دهنتهم بشوي من الزيت من الاعلى ولكيكة التوست فكرتها من المطبخ الفرنسي رح ابدأ بتحضير الصلصة لوعه اضفت المايونيز ورح اضيف عليه الزبادي وكمان اللبنة بودرة التوم وكمان الاعشاب الايطالية رح اخلطهم بخفة لحتى هيك كي يندمجوا كلهم سوا ورح اضيف عليهم رشة ملاح هلأ عندي هون التونة رح اضيف عليها الدرة وكمان ملح وفلفل اسود حسب الرغبة ورح اخلط المكونات بشكل ممتاز طبعا انتبهوا انه التونة تكون مصفية من الزيت او المي بشكل ممتاز اخيرا رح اضيف شوي من عصير الليمون هلأ بوعاء وضعت اكياس التغليف رح اوضع عليهم حبات التوست بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه واضفت عليهم على كل حب التوست معلقة كبيرة من السلسل اللي عملتها ورح اضيف عليهم التونة بهذا الشكل طبعا طريقة تشكيلها بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه يعني صعب اني اشرح بعملها بشكل طبقات متل ما عم بتشوفو وبكرر هالطبقتين لحتى يصيروا عندي اربع حبات توست فوق بعضهم مع اخر طبقة تكون عندي طبقة توست طبعا وفوق كل طبقة رح اضيف الصلسل بهذا الشكل افردها ورح اضيف عليها حشوة التونة مع الدرة واخيرا رح اغلف بالكيس ورح ادخلها للتلاجة لمدة ساعتين طبعا بامكانكم تحضروها قبل بوقت لعزومة او لجمعة ولق هون بعد ما خلصوا ساعتين رح ارجع اغلفها بالسلسل المتبقية عندي طبعا حتى السلسل احتفظت فيها بالتلاجة خلال هالساعتين رح ابدأ اني اغلفها بالسلسل من كل الجهات من الاطراف ومن الاعلى ورح اناعم قد ما بقدر لحتى هيك تاخد شكل حلو وطبعا رح ازينها بالبصل الاخضر الدرة وشرحات من الخاص بامكانكم تزينوها كيف ما حبيتوا ولهون متل ما عم بتشوفوا ويكون خلص الفيديو لليوم اعملنا سوا مقبلات كتير سهلة وكتير طيبة بتضيف لمسة جمالية لصفرتنا وكمان نكهتها كتير طيبة بتمنى يكون هالفيديو عجبكم بتمنى تكونوا اخدوا افكار من الاطباق اللي عملتها وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني ومع الف سلامة